دور رياضي وطني غير مسبوك وزي ما قلنا لكم قبل كده كانت لعبة التنس من الألعاب الأكثر ممارسة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين التنس تحديداً كانت من أوائل اللعبات اللي تلعبت على مستوى المنافسة يعني اتعمل لها مسابقات سنة 1935 استضاف الأهل بطل العالم في التنس الفرنسي هنري كوشي عشان يلعب مباريات استعرضية مع لعاب الأهل هنري كوشي كان لعب مشهور فاز ببطلات الجراند سلام في التنس زي بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة وامبلدون وبطولة رولانج روس ونشرت الصحف أخبار مباريات هنري كوشي بمقر الأهل في الجزيرة وصفتها بالحفلة الفريدة التي ينظر أن يوجود بها المستقبل النادي الأهلي بعد زيارة هنري كوشي وصداها الطيب عند الأعضاء جمهور التنس قرر تكرار زيارات أبطال العالم في التنس للأهل زي ما هنعرف في حلقات قادمة سنة 1935 برضو شهد التوديع الأهلي لواحد من لاعبيه الدوليين في كرة القدم عزيز فاهمي عزيز فاهمي كان حرس مرمى فريق الكرة بالأهلي وحرس مرمى منتخب مصر وكان في تشكيلة منتخب مصر في كاس العالم سنة 1934 وفي دورة برلين الأولمبية سنة 1936 عزيز فاهمي كان عايز يكمل دراسته التجارية في فرنسا إدارة الأهلي قررت عمل حفل وداع يليق بعزيز فاهمي مين بقى عزيز فاهمي عزيز فاهمي واحد من ثلاث أشقاء لعبوا مع بعضه وفي نفس التوقيت في ثلاثينيات القرن الماضي لفريق كرة القدم الأول بالأهلي في ظاهرة ما حصلتش في تاريخ الكرة المصرية إلا مرات محدودة وفي الأهلي حصلت مرة واحدة لما لعب صالح سليم وعبدالوهاب سليم وطرق سليم مع بعض للنادي الأهلي في الخمسينيات والتلاتة محمد وعزيز ومراد لعبوا تنس على مستوى المسابقات في الأهلي في عشرينيات القرن الماضي جدهم الأميرة لاي حسين فاهمي قائد الباخرة المحروصة وكانت أول باخرة تدخل قناة السويس عند افتتاحها سنة 1869 ووالدهم محمود حسين سكرتير الحزب الوطني اللي أسسه الزعيم مصطفى كامل كلنا طبعا عارفين مراد فاهمي اللي بقى بعد كده سكرتير النادي يعني مدير النادي وبقى عضو بمجلس إدارة الأهلي وكان أول سكرتير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويبقى والد مصطفى مراد فاهمي عضو مجلس إدارة الأهلي وسكرتير عامل الاتحاد الأفريقي وحفيده الراحل عمر مصطفى مراد فاهمي سكرتير لاتحاد الأفريقي الأسبق ترجمة نانسي قنقر